اشتركوا في القناة لا استبعد أن تكون هناك أحداث في عاصمة كبرى حتى تذهب الأنظار إلى ذلك الحدث وليكن تفجير إرهابي كبير لكن هذه القنابل أشارت لي شيء صحيح أنه قد تبدو مستبعدة الآن لكن لما لا يكون طرف من أنصار بن سلمان من الأمريكيين من الإماراتيين من يحرك جهة معينة نحن نعرف أنه يحركون جهات برموت كونترول صارت عمليات الآن في الغرب مؤكدة أن حدثت عمليات وتفجيرات نحن عشناها في قضية الجزائر في التسعينات الذي قام بعملية تفجيرات باريس في الخمسة والتسعين كشف عقيد فيما بعد في المخابرات ضابط كبير في المخابرات من أنه كانت المخابرات الجزائرية تحرك فيها عن بعد هو متنطع وحركته عن بعد ومدته بما كان يريد من طريق وسطة فأنا لا أريد أن أذهب فيها بعيداً ولكن أريد أن يطرح السؤال هل هذه القنابل؟ غالباً فيه ناس سيطرحوا السؤال هذا لكن هي القنابلها ليس موجهة لجماعة ترامب موجهة لخصوم ترامب وهذا الأخطر هذا الأخطر فيها لأنه اللي يريد أن يغطيها يريد أن يغلفها أن هذا اليمين المتطرف المناصر لترامب ضد اليسار المعادلة ضد الديمقراطيين فهو يريد أن يعطيها التغطية منطقية مفهومة نعم هؤلاء الريسيست أو السيبرماسيست أو هم اللي قاموا بها لأنه لو أرسلوها لترامب ستكون من يرسلها يعني هو طبعاً هذه قضية الإشغال بحادثة مختلقة هذه معروفة في تاريخ الغرب بالذات بالضبط معروفة توجيه عن طريق وحصلت هذه لعبة خطيرة مجازفة كبيرة إذا كشفها الإعلام بتكون فضيحة أكبر بس في مسألة أخرى وهي مسألة الزخم الذي حصل اليوم في تغطية قصة جمال خاشقشي يعني أنا ربما لا أذكر حادثة حصلت تتعلق بشخص عربي مسلم قامت بها دولته العربية المسلمة في أرض مسلمة البي بي سي عشرين يوم وهو لا يفتأ أن تكون في الصفحات الأولى ضمن الأخبار الخمسة الأول أنا لا أذكر أنه متى آخر مرة حصلت والقصة لم تنتهي بعد هذا هو السي أن أن أنا بالسي أن أن في البرازيل في ممكن مئة محطة في التلفزيون فيش فيهم إلا واحدة بالإنجليزي اللي هي السي أن أن فدائما حاطت على السي أن أن ما في برنامج من البرامج ولا نشر من النشرات إلا الموضوع الأول هو هذا الغادي القضية ترينت عالمي على كل في كل الدول صار الآن هو هي القصة صارت هي الآن هي القصة في برنامج مهم يشاهده عشرات الملايين من الأمريكان اسمها مورنين جو هذا في إما السي بي أس أو وحدة منها القنوات هذه برنامج صباح اسمها سي أن بي سي أظنني سي أن بي سي لقد شفت المخطأ هذا هذا يعني الحقيقة لفت انتباهي قضية الزخم وقضية كيف أنه بعض المحطات الإعلامية وعلى رأسها الـ CNBC والسي أنان والواشنغتون بوست طبعا تبنت القضية أصبحت كأنما القضية هي تابعة إلها خلاص ما عادت قضية تتعلق بواحد سعودي قتلت حكومة السعودية في بلد تركيا اللي أساسا نحن ما لن علاقة فيه لا الآن أصبحت قضيتي أنا هذا المقدم رفع أمام المشاهدين صفحة الـ اللي هو كلمة الرأي المحرر القلم المحرر والخبر والأول كان حول قضية جمال خاشقشي فيوجه كلامه وكأنما يتكلم مع محمد بن سلمان فيقول له هذه الواشنغتون بوست أسقطت رئيس أمريكي هذه الواشنغتون بوست أسقطت مؤسسة الكنيسة الكاثوليكية هذه الواشنغتون بوست الآن خلاص اشتغلت فيكم لن تترككم حتى تنزع كل اللحم من عظمكم أنتم أنتم فاهمين قصة أن الواشنغتون بوست يشتغل بكم فأنا الحقيقة هذا لفت أعرف يا أناس هذه القضية لا يستوعبها كثير من الناس التي تسمع تعليقاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي يعني ناس بكل براءة وسذاجة بيقول لك يا أخي ما معنى أنتم مهتمين بهذه القضية ما معنى الإعلام الغربي مهتم بهذه القضية لهذه الدرجة طب أنتم تشوفوا الضحايا في المكان الفلاني والضحايا في المكان فلاني دائما الصحفيين يقتلوا دائما الناس تموت هم مش مدركين أنه فيه سياق لهذه القضية يجعلها حاجة مختلفة تماما الواشنطن بوست نيويورك تايم سي أن أن حتى فوكس نيوز كل الإعلام الغربي وهنا في بريطانيا بيعتبروا أن هذا الذي قتل وشنع به ومثل بجثته هو واحد منهم صحيح هو زميل لهم صحيح صحيح أنا أعطف معهم يقول لك شوف كم قتل في العراق كم قتل في السوريا صحيح كم يقتل في فلسطين كم يقتل في مصر في تصفيات صحيح في اليمن كل هذا صحيح لكنهم مش فهمين شيء مثلا الحرب العالمية الأولى ماذا فجر حرب عالمية أولى مقتل شخص واحد اللي هو ولي عهد النمسا لما كانت امبراطوريا الهنغرية النمساوي يعتقد نعم إذن هذه قطرة تفيد كأس صحيح الذين يريدون أن يفضحوا النظام السعودي وبن سلمان خصوصا في الحقيقة مجموعات كثيرة جدا كان فيهم المنزعجون مما يحدث في اليمن بالضبط وهؤلاء كثيرون جدا فيهم المنزعجون بتعامل القاهر في الداخل تسجن علماء تسجن النساء تسجن حقوقيين ناشطين صحفيين تفعل ما تشاء حكم مطلق من العصر الوسطى فيهم المنزعجين لأنه خشقجي صحفي بري أنا نعرف من 23 سنة بالمناسبة هو اللي أجرى معايا أول حوار لما طلعت إلى بريطانيا في أول حوار في 2 أكتوبر ويالي الصدف 2 أكتوبر 1995 الحوار طلع وهو 2 أكتوبر 2018 خطيف فقضية صحفي ثم قضية الكذبة كذبة النورفورميست إصلاحي كثيرين جاءوا وإكتشفوا أنهم كان يخدعهم خاصة بعد النساء اللي سجنهم وبعد قضية القياد إذن فهي مجموعات كثيرة جدا والأخطر من ذلك الخصوم لترامب وجدوها هذه فرصة هائلة لأنه هو الذي صنعه هو الذي وضعه هو الذي حتى حرضه على قطر حينما طلعت تغريدة بعد حصار قطر بيوم واحد يقول أنه تكلم مع الملك ومع ولي عهد وأنه يظن أنهم يعرفون ما يفعلون كان ضوء أخضر من قبل ثم جاءت هذه العملية البشعة جدا بعد مجموعة تراكمات كثيرة جدا النظام السعودي قمعي النظام السعودي عنده إشكالات في حقوق الإنسان رهيبة جدا العالم يتغاضى عن ذلك من أجل الأموال والعلاقات لما جاء محمد بن سلمان وحاول أنه يقدم نفسه كملك محتمل فالعالم كله طرح عليه أنه ملفات حقوق الإنسان والإصلاح والمرأة تقبل هو هذه الملفات بقوة وروج النفسه بشكل رهيب جدا ربما أنجح ملف نجحت فيه السلطات السعودية في تاريخها كله هو التسويق لمحمد بن سلمان حملات البي آر اللي عملوها لمحمد بن سلمان وكانت شيء رهيب جدا من أجل نجاح هذه الحملة اضطر هو محمد بن سلمان أنه يسكت كل شخص ممكن أن يفتح هذه الحملة أي شخص ممكن يقول والله أنه كذب هذا الكلام كذب واللي حاصل في الداخل المختلف اضطروا أنه يسكتهم كلهم صحيح قام بقمع كل الأشخاص اللي في الداخل اللي يتكلمون واللي محتمل اللي يتحدثون يوم من الأيام والنشطاء السابقين والحاضرين واللي محتمل يكونوا النشطاء لاحقين مثلا يوم بدأ حاملة الاعتقالات في سبتمبر التقيت عدد من الدبلوماسيين والمسؤولين في عدد من الدول الأوروبية أن موقفكم مع السلطات السعودية أنه مزرية أنتوا لا زلتوا تقدمون بشكل فج تقدمون المصالح بشكل سيء للغاية كان كثير منهم يقولون أنه هذا إصلاحي مصدقين أو رغبوا أن يصدقوا أو تظاهروا أنهم مصدقوا هذا أمر آخر لكن كانوا يبحثون عن مبرر أمام الإعلام والمنظمات وكذا بالحملات اللي قادها محمد بن سلمان لاحقا بدأ بعض النقد يعني بدأوا يلاحظوا أن الموضوع طفح الكيل يعني فبدأ بعض النقد من هنا وهناك كان منه مثلا يوم من الأيام الوزيرة الخارجية النرويجية تحدثت تمام البرلمان سئلت أنه على علاقة بالسعودية قالت العلاقة بالسعودية محمد بن سلمان خداعنا وقال ويقول في الدعاية والإعلان غير ما يمارس على الأرض ثم بعد ذلك كتبت كما قال كتبت محمد بن سلمان في الإعلام ليس محمد بن سلمان على الأرض وكتبت مقال كان شديد جدا السعودية صمتت جاء النقد بعدين من كندا فصعدت السعودية بشكل رهيب جدا ضد كندا لمحاولة إصمات أي نقد خارجي أنه ضربوا البرد نعنى مثل يسمون ضربوا البرد عيخاف الحمار وضربوا الثانين هما زي ما أصمت الناس في الداخل حاولوا يصمتون في الخارج عدد من الأوروبيين وخاصة اليمين في أوروبا يوم حصلت اعتقالات سبتمبر قالوا لا هذي ضد ناس متشددين وهالأشخاص متشددين كانوا يقفون في طريق الإصلاح كنا بنقول لهم يا جماعة هذول أكثر الناس دعوة للإصلاح مثل دكتور سلمان العودة مثلا رجل إصلاحي مؤيد للديمقراطية وحقوق الإنسان بينما الأشخاص الأكستريم المتشددين حقيقة اللي حرموا كل حاجة في البلد صالح الفوزان لا زال يكرم من السلطة السعودية ولا زال محمد بن سلمان يزوره بشكل مستمر ويعطي المناصب ولا زال التشدد موجود في داخل الهيئة السعودية ما أرادوا أن يصدقوا بعد حملة الاعتقالات ضد حقوق الإنسان الحقوقيين وخاصة السيدات هنا بدأت الصورة التضح وبدأوا يشعرون بالحرج أنه بالفعل أنه والله إحنا أخذ عينا وأنه بالفعل هم بالأول ظنون أن الذين اعتقلوا هذول من رجال الدين بالضبط الأمراء واللي حصل في الريتس هم تركوا أقل لأنه مثلا مشاكل بين الأسرة الحاكمة في نقطة أنت أشرت لها مهمة جدا أنت قلت أن السعودية إذا نجحت الدولة السعودية في شيء نجحت في حملة الدعاية هذه سبب غيظ محمد بن سلمان من جمال خاشقجي أنه أفشل عليه هذا الأمر صحيح مقال واحد في الواشنطن يعني كل الماليين اللي جفعها في مقال واحد أفشله إياها هو فعلا كما ذكرت هو أسكت أسكت عدد كبير من الناس لم يسكت جمال إلا بقتله معنى الرجل رحمه الله كان بالفعل إصلاحي يعني خاشقجي كان يقول أني لست معارض بالضبط أنا لست أشاكر محمد بن سلمان في بعض القضايا بالضبط وعدد كبير من اللي موجودين في السجون حاليا كلهم إصلاحيين وكلهم يريدون الخير البلد نعم لكن هو هذه هو أنه عصام الزامل ما عمل لهم؟ بالضبط صحيح يمكن سلمان العودة يقول هذا رجل دين طبع عصام الزامل رجل اقتصادي صحيح عقلية 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 والصحة في هذا الآخر تذكرني في اسمه اللي حكموا عليه بخمس سنوات لما صالح الشيح صالح نعم قال شيء طبيعي جدا في برنامج حواري لم يقول شيء أكثر من ذلك منطقي جدا لا هو هذه طبيعة الطاغية نحن ليس لدينا ديكتاتورية أو ديكتاتوريون نحن لدينا طغات بالمعنى القرآني يعني فراعي لا أريكم لا أريكم إلا ما أرى تأله تأله هو أولي تأله في مفارقة ما يفهمونها هنا في الغرب هم مستغربين من حجم القمع هذا ودائما يسألون يقولوا نظام قمعي ولكن لماذا إلى هذا الحد لماذا يستهدف كل الناس في مفارقة هم لا يفهمونها ويسألون دائما لماذا لا يسمح بحرية التعبير عن رأي لو سمح بحرية التعبير عن رأي النظام ينتهي تماما لا يبقى يوم واحد بالضبط لأن هذا هي مفتاح للناس أن أولا تسأل عن ثرواتها وسلطة فاسدة لهذه الدرجة لا يمكن تسمح لأحد يسأل عن ثروات يسألوا عن التفرد بالسلطة يسألوا عن أسئلة خطيرة جدا لا يمكن يسمحوا بها قبل سنوات قبل عدة سنوات كانت عندي مقابلة في البي بي سي فكانت واحدة من الأسئلة التي طرحت أنه طيب هذه الأنظمة القمعية يعني مثلا ليش ما طيب هي ماشي هي عايزة كل البلد وعايزة تتحكم وكذا بس ليش ما مثلا ترضي الشعب لأنه تسمح لبجانب من الحريات فوقتها قلت أنه هذه معناها ينتهي النظام هذه الأنظمة الشمالية تنتهي إذا صارت في مساحة ولو ضيقة وصغيرة ومحدودة للحريات انتهى النظام النظام كمبدأ انتهى لكن أنا أرجع إلى قضية اللي أنت ذكرت في مسألة اللحظة الحريجة أحيانا هي القشة التي تقسم ظهر البعيد نعم إحنا يعني عندنا في زمننا إحنا عشنا وشفنا في تونس لما شاب لا أحد يعرفه اسمه محمد البوع عزيزي صحيح لما أضرم النار في جسده اشتعلت المنطقة كل اشتعل العالم كله لأنها كانت اللحظة نفسها بينما بينما أهل تونس نفسهم يقول لك يا أخي طيب قبل خمس أيام واحد أيضا يشعل النار في نفسه طيب يا أخي قبلها بأسبوعين أو شهر كانت في وحدة أم أيتام وكذا أضرمت النار طيب ليش ما صارك ليش معمد البوع عزيزي لأنه هكذا هي الأشياء وجيران في الجزائر دبيحة فيها العشرات الألاف عشرات الألاف ولم يتحرك شيء ولم يتحرك شيء بل بالعكس العالم كان يدعم على أساس أن هناك حرب على الإرهاب فأحيانا أحيانا أنت تستغرب تقول طيب يا أخي يعني جمال خشو لا هو أول واحد يقتل والله أعلم إذا استمر هذا النظام لن يكون آخر واحد يقتل طيب في قبل يا أخي آلاف من الناس اللي هم متابعين من ملايين البشر اللي لهم صوت اللي لهم علم اللي لهم فضل طيب يا أخي ليش ما قامت الدنيا عليهم أو لهم صحيح الأمر ليس هكذا يحسب القضية مش قضية فيزيائية صحيح هو هذا الحجر اللي موجود في السد اللي إذا راح بنهار السد بحجر معين صحيح وهي الله سبحانه وتعالى يقدر الأمور حتى يكون هناك ما بعدها هو أعتقد أن الينين عنده مقولة أو ماركس يقول لك أن قد لا يحدث شيء في عشرين سنة ثم يأتي يوم واحد يحدث فيه ما يساوي العشرين سنة مقولة رائعة هابي أنه تمر عقود ولا يحدث شيء ثم تمر أيام فتحدث فيها عقود صحيح فتحدث فيها عقود وبالتالي الزمن هو ليس مش معيار معيار مش معيار وبالمناسبة ما يحدث في هذه الأيام هو حصاد العقود كلها هذا هو تمانية عقود من مملكة دعني أزن كلماتي من مملكة الخداع والشغل صراحة منذ أن نشأت للمملكة السعودية نشأت على الخداع نشأت على المكر نشأت على تزوير العقود نشأت على تزوير الدين على الظلم تزوير الدين أنا أبشع ما يزعجني في كل هذا وأنا متابع الملف السعودي منذ 20 سنة بداية الملف الجزائر ثم الملف السعودي خاصة لما كنت في ممارس أيضا جزء من عملي كان في حقوق مع منظمة الكرامة كنت ناطق رسمي اسمها طلعت على ملفات أنت ما يحدث في والله حتى لما نجي نتكلم عليها شعر بالألم ما يحدث في السجون السعودية لا تقل بشاعة عما يحدث في السجون الجزائرية والمصرية والسورية شيء بشاعة يعني كيف يهان الرجال بدرجة لا يمكن تصورها لا أستطيع حتى نقولها أمامكم يعني أو من مشاهدين علماء أهانوهم بشكل بشكل لا يعقل لا يمكن أن تتحدث فيه مع جماعة احترامهم ماذا حدث لهم بالوثائق بصور شفتها ينالوا من كرامتي لكن كل هذا في جانب وجانب تزوير العقل خدا شوف المدخلية هذه الآن عملت ضمار هائل في مجتمعاتنا الإسلامية خاصة العربية ملايين الشباب يعتقدون أن الحاكم يجب أن تطيعه وكانت من قبل مقدس ولو أخذ مالك وضرب ظهرك ومقدس ولو زنى أمامك في التلفزيون لنصف ساعة وشارب الخمر وأنت ترى توطيعه وتدعو له بس حددنا بنصف ساعة مش أكثر في نصف ساعة هذا هو أخطر شيء أن تزور الدين للناس للمسلمين أن المسلم يصبح يارى المنكر معروف والمعروف منكر هذا هي أخطر شيء هذا هو التدمير الذي يحدث ليس التدمير الجسدي اللي مات يدخل القبر وانتهى أفكرة هذا نفسه اللي كان بيحصل في الكنيسة في أوروبا في العصور الوسطى بالضبط صحيح وعندما تسقط هذا الآن أنا الشيء اللي أهم شيء بالنسبة لي وأنا أرى الآن وأنا على يقين من ذلك بإذن الله أن نظام السعود يتهاوى يتهاوى هل يبقى سابيع أشهر سنوات لكنه بدأ يتهاوى أهم شيء هو أنه نسترجع عقول ملايين من الشباب الكثيرين يتحدثون عن داعش وكيف تلاعبت بعض العقول لكن يبقى ما تلاعبت به داعش خمسين ألف مئة ألف مئتين ألف أكثرهم قتلوا في سوريا والعراق تهوا لكن تلاعب تلاعب السعود بالدين وتزوير الدين وتزييف الدين ونشر ملايين الكتب والتركيز على بعض المظاهر الخارجية والإبعاد عن الأولويات الرئيسية اللي هي أن الشعب أن الأمة تختار الحاكم هذا هو الإسلام والله أنا استغرب من بعض الناس معارف أصدقاء يعني في علاقات نظن أننا يعني يفهم بعضنا بعضا بيرسل بعضهم لي يقول لهذا الذي تفعلونه خطر خطر لأنه بيقضي على أهم قلعة إسلامية في العالم هذا القلعة التي تحمل الإسلام والمسلمين وأنه إذا سقطت وإذا سقطت رحنا هذا الإيش المنطق هاي الخطورة هذا القلعة اللي استخدمت الإسلام من أجل أن تبقى استخدمت الإسلام بكل ما تعنيه الكلمة هذا تدمير الإسلام من الداخل بالضبط من الداخل كان أكبر مقوم لهم هي المدرسة الدينية التي صلعتها وشكلت هذه المدرسة وصنعت على عينها يعني منذ التأسيس حتى الآن كيف ترضخ الناس لأنه شعب متدين وطيب كيف تستطيع أنه تسيطر على الناس يعني لا السلطة تدفع لهم أموال مثل ما تسيطر الأمارات على الناس تسيطر عليهم بالأموال لأنه تعطيهم أموال وتسيطر عليهم ولا في شرعية انتخابية وأيضا لا يوجد شرعية تاريخية للأسرة الحاكمة هي جت من هي خلق على الحاكم أصلا بالضبط وهي جت من مكان غير معروف يعني في خلاف كبير في نسابهم وأصليهم وإن كان لا يهم كثير لكن لا يوجد لهم أي شرعية أو قيمة في داخل البلد إلا بالفتوى الدينية التي رصختهم لفترة طويلة جدا الفتوى الدينية التي أبقتهم لفترة وحمتهم لفترة طويلة جدا الآن مع الجيل الجديد هي غير مقبولة تماما والتاريخ يعيد نفسه يعني هذا الكلام أنتم بتشعروا أنه موجود في الداخل بالتأكيد الآن التاريخ يعيد نفسه مثل التجربة الفرنسية بالضبط أنه كيف تململ الناس من الكنيسة ومن الحكومة من السلطة ومن الكنيسة الآن في تململ كبير ولكن اللي إحنا نحاول ندفع إليه أنه ما يصير تململ من الدين حقيقة أنه يصير تململ من المدرسة الحكومية اللي تلاعبت بالدين وزورت الدين واستغلت الدين الدين ضحية ضحية هذا هو تدمير الإسلام من الداخل وهذه أخطر نظريات دائما أن تدمي الشيء من داخله حتى في حادث الجمال قبل كم يوم كان فيه أحد أبناء المدرسة السعودية وبالمناسبة لم يكن حتى حنبلي أصلا كان لديه شيء من التصوف وأصبح حنبلي حيث يحصل على المناصب ثم أصبح وهابي متشدد ثم مدخلي متشدد حاليا قبل عدة أيام يعلق على حادثة جمال خاشوج قال تحصل في كل مكان وحتى خالد من الوليد رضي الله عنه كان سيفوه هدرة يتكلم عن خالد بهذا الشكل يعني أنه ماهر المطرب سيفوه من شاره هدرة هذا ما أخفيك هذا الرجل الذي تقول يعني كنا نتداول هذا المغمسي مغمسي كنا نتناول أشرطته وكان يبكي وكان كذا ويؤثر وكانت الناس تداول مقاطعة والله لما نسمعنا يعني الواحد مثل العقلة شو هذا التفسير هذا العجاب أنه لا هذا حصل عادي هذا حتى زمن الصحابة يعني الأمر الحقيقة في غاية الغرابة غاية الغرابة النص الديني يدخل لتبرير أبشع أفعال الحاكم تعرف عودا إلى خطاب أردغان أنا لفت انتباهي أن أردغان كرر كلمة معينة ثلاث مرات في الخطاب المتعلق بالحادثة بالجريمة قال كرر من عبارة الضمير الضمير الذي أنت اليوم دتتتكلم أو الآن دتتكلم أنت في قضية تأثير النظام السياسي في السعودية على جموع المسلمة على الأمة الإسلامية هو الحقيقة الذي تم أنه خلال العقود الماضية خاصة آخر ثلاثين أربعين سنة تم تشويه هذا الضمير تم تشويه يعني حتى غير المتدين أنا من أصحابي غير المتدين هم اللي يدزولي أحيانا يعني اليوم مثلا وهذا ربما أمر يحتاج إلى شوية بحث نتكلم فيه لكنه أنا يبعث لي أشخاص أنا أعرفهم هم بعيدين عن التدين لأنهم عاطفة لكن ما ملتزمين يبعث لي يقول لي يا أخي وانت الآن إذا أذيت السعودي يا أخي إيران رح تتغول وأنت الآن رح تسيء إلى الأمة الإسلامية وكذا هذا يأتي حتى من غير فأصبح الحقيقة في نوع من التشويه هو مين اللي خلى إيران تتغول هذا هو مين اللي مكن إيران أربعين سنة من خطابات كلام من طهران وكلام من الرياض أنت العدو أنت كذا أنت كذا لما ذجوا في الواقع تعاونوا على ذبح العراق بضبط تعاونوا على ذبح العراق ثم في سوريا أيضا الدور السعودي مدمر جدا ناهيك على الدور الإيراني شيطاني طبعا طبعا لا يعني واليوم لما العالم كله العالم كله لما يمسك في هذه الجريمة ويؤكد على بشاعة الجريمة ويؤكد على أهمية محمد بن سلمان يتناول بعدها قضية اليمن تمام يا أخي نتمنى أن الشرعية هي التي تستقر في اليمن لكنه سوء التصرف سوء السياسة اللعب على الحبال كلها من خلال محاولة والله أن نكون إحنا أذكياء فنعطي فلان على حساب فلان ثم نقلق فلان من خلال تمويل فلان وبعد ذلك ضيعوا الطاسة وأحرقوا شعب كامل وتركوا لإيران المجال واحد من الإخوة يعني إذا يقول لي أنه يا أخي إيران ما سمعنا لها صوت يقولون ليش تسمع لها صوت أنا لو مكان إيران أكون قاعد حاط رجل على رجل وعني بوب كورن وقاعد أتفرج وأضحك بطريقة الحال أقدم أنا لهم أقدم لهم هدية بالمجال أكبر فائز هي إيران طبعا والآن بدل مكان على خصص خصومة بينهم وإن كنا نحن لا نشجع موسيقى